هذا عريض الوطن أرضي فساد ومحن هذا عريض الوطن تنطق كلمة الوطن بحنجرة شعبية خالصة لوجه العراق وتفرض الجموع كلمتها بانتخابات حرة ونازيها حركتها رياح دشرين ثورة لم تنطفئ وربما لم تشتعل بعد أن خابت الظنون على ما جرى من حراك سياسة لم يحرك ساكنا في بناء دولة تلبي لسان عراقيها ساعات تسبق امتزاج حراكين أولهما لإحياء ذكر تشرين وثانيهما ترقب لما سينتجه أنصار الصراع السياسي باسم تيار وإطار ساعات ترقب تثير تفسيرات متلاطمة بفعل جلسة برلمانية سجلت في قائمة جلسات البرلمان الرابع عشر منذ أن أعلنت انتخابات تشرين المبكرة نتائجها لكن النتيجة في عيون من خرجوا مطالبين بعدالة وصناعة حكومة تلتفت إلى وطن يبحثون عنه بالشموع والهتاف والدموع جلسة برلمانية اختتمت بقصف صاروخي لم تفزع رجال المجلس لكنها أفزعت صبر الانتظار الذي نطق به التشرينيون على مدار ثلاث سنوات من انتظار نتائج حراك الثورة التي لم يروا منها إلا تبديل هامشي في بعض الأسماء والوجوه غير أنها لم تنقذ الكراسي من نهج أحزاب رفضوها فأعادت لهم الكرة باقتتال على السلطة وكل طرف يريد حيازة النفوذ على ما يسمى في العراق بالريع النفطي وهنا مفترق طرق بين حركين قد يلتقيان ما شكله ما نتائجه عودة للدم أم مذبحة للظفر ببرلمان يقوده السياسيون فيما بينهم بعيداً عما يريده الناس في مختلف محافظات العراق جلسة البرلمان نتج عنها اتفاق يجدد الثقة بالزغاريد لرئاسة الحلبوس لكن الغموض الذي يعمقه احتقان ما بين قطبي الخلاف السياسي على قيادة وتشكيل حكومة جديدة يبقى سيد الموقف مع مخوف بأن تعود بغداد لمشهد اقتحام جديد يبدد فرصة المنطقة الخضراء في أن تشهد ولادة هدوء سياسي أما لطار التنسقي وانتظار اتفاق الأكراد على مرشح لرئاسة الجمهورية عنوين لا يمكن التنبؤ بها إلا بعد أن تعرف الكلمة لمن في الساعات المقبلة ولو أنها تفسر بحظر شديد وهدوء تشهده بغداد قبل عاصفة لا يعرف أولها من آخرها اشتركوا في القناة